اشتركوا في القناة جمعية المحامين بالدار البيضاء وقفة احتجاجية هذه الوقفة التي تبنتها ايضا جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء في اجتماعها ليلة امس وقفتنا اليوم للتعبير عن رفض دينار لمحضر اجتماع اللجنة التولاتية الذي رس خار الادلاء بجوارة تلقيه كشرط لولوج مرافق العدالة والحال اننا نقول بان تلقيه غير اجباري وبالتالي ولوج مرافق العدالة والمحاكم لا يشترط بالادلاء بجوارة تلقيه جئنا اليوم لنؤكد موقفنا التابت بخصوص رفض الادلاء بجوارة تلقيه لولوج المحاكم سواء بالنسبة للمحامين او الموظفين او جميع اسرات العدالة وايضا للمواطنين والمرتافقين وهذا موقفنا التابت والذي سنؤكده ايضا في وقفة الغد يوم الجمعة امام حكمة النقد بالغيباط في اطار الوقفة الكرامة التي دعت لها في درالي جمعية المحامين الشباب في اطار قانون مهينة المحامات النقيب هو المجلس هو من يمثله المحاميات والمحامين فهذا اختصاصه الاصيل عندما اجتمع بالوكيل العام ورئيس الاول وتم اتخاذ القرار فهذا شأن يخص مؤسسة النقيب والمجلس هناك جمعية عمومية نؤكد تشبتنا بموقفنا المبدئي اللي هو عدم الادلاء بجوارة تلقيه لولوج المحاكم ارحل 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 ارحل